رئيس الكتلة الشعبية لياس سكاف شكر أهالي قضاء زحلي الذين لبوا دعوته للتحرك الشعبي الرافض إقامة معمل الإسمنت مثمناً المشاركة الكثيفة للشخصيات والفعاليات التي أدركت الخطر الكبير للمشروع ودعمت التحرك الرافض له وخصوصاً رئيس سعد الحريري الذي كان ممثلاً في اللقاء بشخص النائب عاصم عراجي كما رحب سكاف بموقف جعجع معتبراً أن هذا الدعم ولو جاء متأخراً إلى أنه يؤكد أن هذه القضية هي قضية رأي عام ولا علاقة للتفاصيل والخلافات السياسية بها مؤكداً أن فريق المحامين والمختصين سيتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة أمام مجلس شورى الدولة بطعن مفصل مدعوم بكل الأدلة والوثائق والدراسات كما كرر سكاف موقفه الداعي إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية وفي مقدمهم بلدية زحلي معتبراً أن لا غطاء على أحد في هذا المجال وفي السياق نفسه أسف سكاف لكلام بعض المراجع الدينية في المدينة والتي دعت السياسيين إلى حل مشاكلهم بصمت ويرحم المدينة ويشفق عليها معتبراً أن استعمال صيغة الغائب في مشاكلهم هي هفوة كبيرة سنعتبر أنها غير مقصودة فالمشكلة هنا ليست شخصية ولا فردية بيننا وبين أحد بل هي قضية مدينة ومنطقة على أبواب التهجير والخراب